ابتسم ابتسم الها يا جميل ابتسم ابتسم الها يا روائه ليش تزعب ليش تتعكر ابتسم 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 لا يستهل تزعب لا يستهل تتعكر ابتسم 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 الها يا جميل الها يا روائه ابتسم 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 روائه ابتسم 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 اعجاب أكATTك تصحًا إلى أن تكون minus أكثر أنت عynي عليك، لماذا تطلبك سهلا؟ صحيح جderك. صحيح جenderك سهلا إلى أن تعليم ثلاغ أنت عقد مرحوم لأن تكون أكثر تعليم غاو غدا؟ لماذا تطلبك سهلا؟ Medical Erية بلنظر الن إسماء إسماء إسماءات إسماء إسماء هذه غنية ألفناها من حيث الابتسامة تفتح بشرة السعادة والابتسامة لا سيما عندما يكون مزاجك متقلب وضغطات الحياة لا سيما في هذه الأوضاع الحالية تتعلق بهذا الوباء من أثار سلبية أثرت على العالم بأسره منهم خسروا أعمالهم وتمتاجرهم وأغلقت أبواب المنافذ وحجر الصحي ومشبه ذلك ومنهم فقدوا وظائفهم ومشبه ذلك لكن تذكروا الله سبحانه وتعالى لا يضي أجر المحسنين والله تعالى سيجعل هذا الوباء يمر بسهولة وتمر الأزمة وتأتي بشرة السعادة والابتسامة للبشرية فهذه سنة الحياة فالإنسان عندما يمر بالتحدي ويمر هذا التحدي وتأتي ويأتي الفرج ليكتشف فعلا من الله تعالى لا يضي عبده وليتذكر بأنه فعلا من دون معاناة ومن دون تحدي فالإنسان لن يعلم قيمة أرزاق التي آتت إليه بغير حساب ولا تعد ولا تحصى ولذلك الابتسامة والضحك تقعان ضمن الصحة العاطفية تأقلم الأوضاع ونظر بالتحديات الحياة لأنها سنة الحياة وهي كلها أحداث تمر ليأتي فرج جديد فأصل الله تعالى لكل منستمع يتأمل بالخير بأن هناك فرج قريبا عجلا وليس آجلا بإذن الله تعالى جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة